سر الدويتو والثناء العظيم إسماعيل عبدالحافظ وإسماعيل عبدالحافظ وإسماعيل عبدالحافظ لما نشوف تترى أي مسلسل تأليف إسماعيل عبدالحافظ سر الكيميا اللي كانت بينهم لأنه المخرج قدمه طبعا أعمال كتيرة جدا ده ساك النجاح ساك وكان قادر يقدم رؤية إسماعيل عبدالحافظ اللي مكتوبة على الورق بشكل مصري وفني جدا شايف الكيميا ما بين الإسمين دول الزاك اللي اتنين كان فيهم شيء من بعض أولا هم نفس الجيل ثانيا نفس الثقافة ودي كانت أهم قريبين من بعض في الأفكار وهنا بعض المخرجين والمؤلفين يقول لك احنا محترفين محترف يعني هيجي لي السيناريو هقدر أعمله وخلاص لكن لما بيبقى على نفس الخط في التفكير هنا بيحصل إبداع غير طبيعي صحيح وده اللي حصل مع الشهد والدموع ثم بعد كده لالح المية بأجزاء خمس أجزاء ولكن شوف أفكار أسامة الفارق دايما إحنا عندنا السنائيات يعني أنا لو رجعت لبداية القرن العشرين أنا عندي نجيب الرحاني نجم فوق العادة بديع خير ما أقدرش أفصل نجيب الرحاني عن بديع خير ليه؟ ده بيترجم الورق الموجود إلى مستوى بصري عندي إسماعيل ياسين أبو السعودي الإلياري فترة من الفترات حمد صبحي لنان الراملي وهكذا هنا بقى الكيميا اللي كانت موجودة ما بين أسامة أنا روكاشة وإسماعيل عبد الحافظ كانوا الاثنين على نفس التراك في التفكير فلما واحد بتجي له فكرة بحكاية التانية بيتطوروها وهم عادين فبيبقى كل واحد عارف أنا هعمل إيه حتى أن بعض الأفكار ممكن تبقى عنده أسامة ييجي إسماعيل عبد الحافظ الله يرحمهم طبعا مع حفظ الألقاء يقولوا إحنا عايزين نطور الحتة دي يدخلوا في إيه في زاوية أخرى التانية مش شايفها فالاثنين كانوا مكملين عشان كده أعمالهم كانت نجحة جدا إحنا بنشوف اسم أسامة أنا روكاشة يقترن به إسماعيل عبد الحافظ على طول أو العكس ولكن الاثنين كانوا ماشيين في نفس التراك عشان كده النجاح كان هم واجهين لعملة واحدة